السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احتاج لنا انتجهم كتير او اغلب الكورس اصلا هنتكلم عنهم عشان هما فعلا ليهم مفايدة كبيرة عندي يعني وكمان دولا يعتبروا اللي هو ينفع بعدين نحاولهم كبولمر بعضا طلحهم بنقاوة عالية فبعضا نحاولهم كبولمر فعشان كده يعني نحب نحب اللي احنا هندرسهم يعني او نحب اللي احنا نستخدمهم يعني بيقول لي بقى عشان اصلا اجيب لور الكينز او انتج الحاجة زي كده فانا عندي سبع طرق ممكن يجي سؤال كالف الامتحان اللي انا مطلوب من اللي انا سماع له 7 طرق فبالتاني محتاجين اللي احنركزنا بعض فيهم ونفهم كده عبارة عن اي يعني اول حاجة بيقول لي اللي انا عندي حاجة اسمها ستيم كراكينج ايه اللي ستيم كراكينج دوت اللي انا بعمل بيرولزز للهايدرو كارجون احنا كنا خدنا بيرولزز قبل كده في سنة تانية كل اللي عملنا بس بعمل بيرولزز لهايدرو كارجون فانا بيبقى مثلا عندي سين او بروبين او نفسه او جاز اويل بيقودهم دول او بيطلع منهم البروبايلين او ال لوغار الكلينز لوغار الكلينز كل اللي بيحصل في فليود كاريتل كريكينج اللي نحن بيعاندي مثلا مصنع مثلا بيعانيلو دستيليشن مثلا البترول أو بكرر البترول فبالتالي بيطلع عندي جزء بحول له لنا احتمل مثلا جازولين أو حاجة بيعاني حاجة بيعاني تقرر اتقالي او هذا الوعي فبالتالي دوت الموضوع اللي هو فليود كاريتل كريكينج يعني بيبقى في مصنع البترول أو مكين تكريب بترول وبيقول إن اللي بيحصل إنها بالمنتج بتاعي بيطلع فيه 10% بروبيلين فبالتالي عشان كده بعتبر إن اللي هو يعتبر الـ FCC ده يعتبر من ضمن الحاجات اللي أنا بستعملها كجزء يعني في الـ بعمل منه لور ألكينت وفي الآخر هنعرف برضو اللي إحنا ممكن من ضمن الـ FCC اللي إحنا بنعمل برضو حاجات تانية بتخلينا قدر أطلع لور ألكينت لشكل كويس عندي حاجة اسمها برافنز هيدروجينيشن كل اللي نعملوا لنا عندي برافن اللي هو أصلا بيبقى ألكين ألكين بحوله ألكين يعني دي ما فهاش حاجة بنزع بس هيدروجين منه فبالتالي بيتحول بيبقى فيه دابل بومد يعني خلاص عندي حاجة اسمها أولفنز كونفرجن إيه الأولفنز كونفرجن أنا بيبقى عندي أولفنز دوت بيبقى عندي اللي هو شكله بيبقى كبير يعني أنا مثلا عندي أولفن ده مكون من تشين كبيرة فأنا بيقضوا بيقصروا ماجي وبعمل منه كذا أولفن صغير فأنا مثلا عندي مثلا هكسة ولا مثلا أي حاجة كبيرة مثلا سي 8 أو سي 9 أو سي 12 أنا بيقضهم بيقصرهم باندج منهم طبعا أنا اللي هو سي 6 أو 8 أنا مش عارف من اللور ومن الهيفر أنا بضرب أمصره خلاص بس أنا مهم بالنسبة لي لأنا عايز أطلع عندك بروبيلين وعندك إسايلين فبالتالي أنا بيأخذ الأولفن بيأخذ اللي هو حاجة بشكل كبير أحاولي نكسرها حتى أطلع منها حاجة الصغيرة يعني الفشر تروبش أكشن قال لي هنا الفشر تروبيش الأكشن مش دي الفشر تروبيش اللي احنا عرفية misinformation مش دي الفشر تروبيش الي احنا بدك منها sin gaz وقال صغيرة لا قال لي اللي احنا بكوننا في عنا الفشر تروبيش التي عندي لنا بيبقى عندي natural gazz بدخله وبعمل به عملية فالشآ� أطلع influencers difference between the co2 structure اللي هو بيبقى sin gazz فقط نبيستعمل فى أي حاجة أنا محتاجها مثلا زي الامونيا ايcho كان اللي بس اعملي إغلا ему ت pusي المشكلة��ه هو في الآخر النندر ينتج لي البروتكيت اللي بتطلعه ليس البروتكيت ليس اللور الكين إنه اللني اللي أريدها في تطلعه لي انه اغلبه يطلع لي لور الكين فال Problem soaking politique معي premises قد اعطلت القلوس طيينه منذ المسؤولين أخبرنا الأشياء التي اغلبناها في التفاعل نفسه اظهر لنا طلب lebihية عماله جديدة اظهر لن أعطلت له sono shift لنهرج ح sociais واتقي transformation مشكلة اللي هو في الاخر بينتجلي البرودكت اللي بيتلعه مش البرودكت مش اللور الكنز اللي انا عايزه. فبتالي محتاج اللي انا اخليه طلعلي البرودكت. فقال لي ان انا بغير في القصص بتاعته وبغير في التفاعلاتنا. فسيحنا عارفين احنا غيرنا الحاجات اللي احنا عاملينها في التفاعل نفسه. قادر انا اطلع منتج جديدة. قادر لان اعمله shift ان هو يروح لحتة جديدة. او يخليه البرودكت معين. فمسلا لو قادري اطلع سؤال مسلا بيقول لي اللي هو محتاج طريقة بغير السلكتيف بتاعتها عشان يطلع منتج شان يطلع لالو اركين. فقال له الفشر تروجش اللي احنا عملها موضف ويد اللي احنا عملنا البرشور فيها. نحنا عندنا البرشور بتاعنا كان من عشر ستين هي اعملنا اللو البرشور. ماشي. فبالتالي دوت خلا لان عندي بيخليه هو يروح لالواء الركينز احسن يعني ان هو بيخليه ان هو بيروح لالكينز بدل ما هو كان هو بيروح للميثين او ان هو كان بيسلكتف دي اكتر للميثين لا خليه ان هو يروح اكتر للور الكينز يعني وهنا برضو تقريبا كان الدكتور بتقول ان هي بيبقى عندي جاز فلوستي بعلق جاز فلوستي بتاعتي بيخليها اعلى شوية والل انا بزود الامونت بتاع السي او تقريبا مش بتأكد من المعلومة دي سالس حاجة بيقول ان انا بعمل حاجة اسمها اوكسيديد في قبل كوفيثين ان انا بيبقى عندي الميثين باضيف عليه اوكسجين فبالتالي بيخليلي اللي انا بحوله من الميثين بحوله للور الكين او زي كده ها ده حوله للإثين وبعد كده خد الإثين حوله لآ في خلال ان هو لو لوور الكين زي كده الكين ها لا أرى فأقل لي برضو أنه ضمن أشياء التي أخرج معيها يكون لدي بقى أنتزار بروتكز يملك الحاجات دي فبيقول لي أن هذه الأشياء كانت تنتج للأنتزار له هو سي او سي او تو فبالتالي بيقول لي أنه ببقى محتاج لأنه أظبط الخاصاتي أنها تذهب لده السيسيم لأنه لم ينفعه إليه فقط وأخلص بيس كلا وخلص بيقول لي أنه لازم بيبقى عندي السي او أو سي او تو كتير فأنا محتاج لنا أعمل سيليكتف دورتو إسعالين فأنا محتاج لنا أضبط الرياكتشن بتاعي إن هو يروح دورتو إسعالين ويقلل بيقلل الانتاكس سيو سيو تو في نفس الوقت أنها عندي ده هاي إكزو سيرميك راكتشن بيبقى لتنين إيه إكزو سيرميك فبالتالي أنا محتاج لنا أعمل راكتور معين عشان يستحمل درجة الحوال الموجودة وأستعمل مواد معينة وعشان يستحمل كل حاجاتنا عايزة فدي مشاكل بتواجهني لأنا بعمل عملية الليكتورديد في في ميسين فبالتالي أنا أطلق بسؤال فأقوله لنا عندي في حاجات أول حاجة هقوله يعني إنه السؤال جي فأول حاجة هديروا راكشن أول حاجة هقوله لنا بحاول من الميسين بحلوك سيرين وديروا راكشن اللي أنا مش عايزة وقوله لنا بحاول أقلل منها وفي نفس الوقت عندي درجة الحرارة بطبيعة عالية لشان هو إجزو سيرميك فبحاولنا أستعمل حاجات معينة كنا إحنا أخذنا بالضبط ستة حاجات ماشي دي السبع حاجة بس خلينا عارفين إحنا دولات بنبدأ في الجزء بتاعنا يعني إحنا المسينولة أولفن ده اللي إحنا هنكمل فيه وهناخد برضو حتة من أولفن كريكنج هنكمل فيها برضو صغيرة زي ما نقلت اللي إحنا أولفن كريكنج اللي أنا بيعاندي شين كبيرة وبكسرها وشان أطلع حاجات صغيرة الحاكتين دولة هنويتلشن بالتفصيل مثلا مسينولة أولفن هناخد فلوشيت بتاعته وأولفن كريكنج هناخد حاجة بسيطة فيها جدا سريعals فالمسينولة أولفن بقية مسينولة أولفن قال لي لنا عندي الموبيل اللي إحنا عرفين موبيل اللي هي بتحول اليمسينولة أولفن بحيث أننا نستخدمه فهي بتعمل إيه قالت اللي إحنا دهوقتي إحنا عارفين اللي إحنا لو أركينا حاجة مهمة فهي عملت كل الهي بتعمله انه احسر normal اللي بيajeه اللي يجعل الالكين بيطلع للور الالكين وبنفس الوقت بيهبطلي او بيمنعني وجود الاروماتيكس احنا مش عزين الاروماتيكس احنا عزين لور الارماتيكس فبالتالي هو بيمنعني حدوث الاروماتيكس دايت و بيخليه اللي لور الاركينز اللي تحصل الاسمه ايه الكاتاليست اللي اسمه صابه 34 ايه عباره عن صابه عباره عن سيليكا الومينوم و هنا العب fale عن فوفيت. و دي الاو دي عبرة عن ملك이에요. يعني سيبك من الهند حفظ ثابو. عندي هو اسمي هو اصلا بليبه هو زيولايت. زيولايت عبارة عن الاومينم السليكون فوسفات من ملك لسيف. نحن برضه لسه نعرفه الدمف المحاضرة الجايه اقطر. هو عبرة عن ايه و بناستخدمه ليه و بيبقى عبرة عن يعني كل حاجة فيها نعرفها يعني. بس ده عمل انه انده겠죠. يعني هو يحسن عندها اناnite قابفر بشان بيبقى عبرة اتزور بشي انه بيبقى عندي حاجة جوه. بتخليها حاجات معاينة بس اللي هيحصل فيها. حاجات معاينة لأ محتاج شفر اكشن. فقال لي كل اللي بيحصل لانه عندي ان اللي انا السابو دوت كل اللي بيحصل في لانه بيبقى عندي كده السابو. ماشي طبعا ده مش كلام يعني في المماية ده بس في تبسيط كل اللي بيحصل ان هو بيخلي اللي يعد او اللي يدخل بس الحاجات اللي هيبته بس ريدشين. ما بيخليشiu اي حاجة كومبليكس او اي حاجة فيها ايزومر او اي حاجة فيها برانشد حاجة لدخل. اللي بيدخل لي بس الحاجات اللي هي بتبقى سريد تشين. فبيتطلعي عندي حاجة اسمها برايمي الالكحول او ليمان برافينز او اولفينز. ما بتطلع عليش اي حاجة برانشد ايزومر او اروماتيكس. ودي حاجة انا محتاجة جدا ان انا مش محتاج لها هو انتقل الحاجات دي. وطبع في نفس الوقت ان هو بيبقى هايلي سيليكتف ناحية الاسيالين بروبيلين. يعني هو حتى ما هو بيطلع برايمي ارقحول. نفس الوقت بيطلع ليمان برافينز. لا هو برضو بيبقى هايلي سيليكتف ناحية الاسيالين بروبيلين. فدي حاجة جدا انا محتاجها. وبيقول لي كمان اللي هو بيبقى عندي الكوك نفسه او الكاربون او حاجة ما بيبقاش عندي نسبة شوائب عالية او بنسبة حاجة ببوز الكاترس كده. فبالتالي بيطلع لي بولمر جريد. يعني اي بولمر جريد؟ انها اصلا انا منحتاج البربيلين او الاسيالين عشان اعملي بولمر. فبالتالي هو بيطلع لي نسبة نقوطهم عالية عشان اقدر استعمالهم كبولمر. هنا بيديني سرورة الرياكشنز. قال لي اول حاجة ان انا عندي الميسانول. بياخد الميسانول دوت. بيدخل على السير في ساعة الكاتليست. بعد كده بيحصل اضربة للملكة البتاعته. بعد كده بيبدأ ان هم مثلا اول حاجة الميسانول. بيديني الشكل دوت. بعد كده بيديني الاسيالين. بعد كده عندي الميسانول نفس الكلام بتاع للشكل ده. الميسانول بتاع للشكل ده. ميسانول بتاع للشكل ده. احنا علينا نحفظ اثنين داتا منهم مشنا علينا نحفظ كلهم. ماشي اهم حاجة من الحاجات اللي احنا مهمة نحفظها اللي هو الشكل ده كده. ليه عشان الاتشو دي احنا استعمالها بعد شوية بحاجة ثانية. وخلان نفاهم وفاكريين كلا اللي احنا حدوث ونستمائلين بحكة تاني بعد شوية . فده كده هو يعني السبع حاجات انا بس بيقولي يعني ايه الاضفنش تاعة اللي هو الـ فاول حاجة اللي انا بيبقى عندييديرجطونفرجن بتاع الميسانولaben او مستولمر هو بيطلعلي بولمرumbled create is a is a mean propylene او مش تولمان انا هو بيطلعلي بولمر red is a mean propylene او مش تولمان انه هو بيطلعلي سي ثلاثة بالنسبة للنقاة عالية جداً. ثاني حاجة بيقول لي ان انا بقدر ان اطلع برضو كيميكا الجريد مش مجرد بس لا انا ممكن اطلع كيميكا الجريد عن طريق اللي انا بيتحكم في الشكل اللي عندي لما انا بشير اللي سبليترز. دي حاجة هتبان بعد شوية. ولنها بيبق عندي برضو الليميتد باي بروتكس. لان باي بروتكس بتبقى حاجة لقايلة. كمان باي بروتكس يعني تكشف طريقة كمان اللي هما بيقدروا يعدلوا عليها ويخليهم كمان يروحوا للسي 2 وسي 3. هنا يعني الكلام ده مجرد بس نعرفه واللي هنعرفه بعد شوية ده وقت الموضوع اللي احنا الي احنا الي احنا نستعملها ازاي او هنعمل او اي يعني في اللوتشيت بتاع الامي تو او بنستعمل في اي بو الزبط يعني. فهنعمل ركاب سريعا كمان احنا قلنا اللي احنا عندنا في الهو بندرس بندرس يعني جزء بروبيلين وايسايلين عشان هما يعتبر اتصال صناعة. اول حاجة بقى انا عايز اعرف ازاي اطلع ايسايلين وبروبايلين. فقال لي عندي حاجة اسمها اللي هو بروتكشن عندي سبع حاجات. اول حاجة انا بعمل ستيم كراكينج او بعمل بروليسيس. تاني حاجة بعمل اهو اللي هو بيعباره عن ان انا بستعمله في محطات التكليل بترويب الكلام ده اللي هم بطلع منه الجزيلين وبيطلع معايا نسبة بروبيلين. اه تاريت حاجة قلنا انها بيعمل بيبقى عندي اولفن كراكينج او اولفن كراكينج. وقلنا ان الحاجة التي هنعرفها من اكتر لما نبوص عليها بعد شوية. وبعد كنا عندي حاجة اسمها بروفن زيدي هيدروجينيشن انها بيبقى عندي بعمل بروفن زيدي هيدروجينيشن في باشيل اتش دو. فبالتالي بيبقى اخلاص بيكون دابل بوند. وعندي حاجة اسمها الفرشل تروبش راكشن. الفرشل تروبش راكشن ده بيحط عليه اكسجن مرتين. فبينتجل الاسرائيلين. وقلنا ان الرياكشن ده بيبقى مشكلته ان هو بيقى ايكزو سيرميوك نفس الوقت الرياكشن دوت بيبقى عنده في سي او سي او تو بيطلقف محتاج ان انا خليه سي اكتف نحية الحاجة اللي انا عايزها. وقلنا ان احنا عندنا مشانولة اولفنز. ايه مشانولة اولفنز? قلنا ان احنا باخده مشانولة بحول الولفنز. ممكن ان ان انا مشانولة حول الولفنز كتير. بس الفكرة انها بحط حاجة اسمها سابو. سابو دوت اللي هو اكتشفه موبيل او يعني شركة موبيل هاي اللي هو السابو دوت. سابب بعض ثلاثين هو اسمه اسن زيولايت. سابو دوت اخصار ايه? اخصار قلنا الومينوم سيليكون فوسفيت. قلنا نفهم لسه اكتر منوكراسيف عبارة عن ايه. مهم ان انا السابو دوت بدخل عليه مسانول. مسانول ده بيسحب منه بيسحبه. وبعد كده بيخلين ان هو يعمل ce? ال RiА padding اللي بتحصل. وهنا وهنا listening بقدر س Rudder. اللي بتحصل كمان. وفي نفس الوقت حتى لو هو بيطلع بي بروتكس، استعملها ان انا اقدل بردو تاكسارها وهذه استعمالها أنه آنتي برضو إسالين وروبيلين. internet وإن هلت其实 لا يوجد النجاح أو بلوم الجدء سيالين وبروبايلين بيبقى كويس جداً اللي أنا بقدر عمله بروميزيشن عشان تراجع النجاب تعطوها عالية جداً كده إحنا خلصنا يعتبر السؤال ممكن يجي في الامتحان بس بعدنا نحن خلصنا السؤال إحنا يعتبر فاهمنا اساس الصناعة أو فاهمنا إحنا هنعمل إيه في الفيديو الجاي إن شاء الله نفسم بقى أكتر المتقو عبارة عن إيه بالضبط هنرسم المتقو كفلوشيت وكده أتمنى أن الفيديو مفيد السلام عليكم